تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمنية دار البيضاء بتنسيق وثيق مع مصالح المديريات العامة لمراقبة التراب الوطنية زول اليوم من إجهاد عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز مجموعه أربعة أطنان وستمائة وخمسة وثلاثون كيلوغراما من مخدرية الشيرة وذكرت المديريات العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أن العملكات الأمريكية المنجزة في هذه القضية أسفرت عن توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية عبر المسالك البحرية وأضفت أن إجراءة التفتيش مكنت من ضبط سيارتين وحجز أربعة أطنان وستمائة وخمسة وثلاثين كيلوغراما من مخدر الشيرة ملفوفة داخل مائة وثلاثين وعشرين رزمة من الحجم الكبير فضلا عن ضبط كمية أخرى من مخدر الكيف تزين عشرين كيلوغراما وسجل المصدر ذاته أنه قد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشرف نكابات العامة المختصة وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر خلص البلاغ إلى أن هذه العملية تندرج في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديريات العامة للأمن الوطنية بتنسيق مع المديريات العامة لمراقبة التراب الوطنية لمكافحة شبكة الاتجار غير المشروح في المخدرات والمؤثرات العقلية